ترجمة نانسي قنقر في حين اختار سوريان اثنان فقط ان يكون ضمن الدفعة الاولى ثلاث سفن قادمة من اليونان سيحط من على متنها رحالهم في مدينة تشيشمي غرب تركيا ليس بعيدا عن المكان الذي قصدوه انما في الجهة المقابلة لجزيرة خيوس اليونانية وكالة الانباء اليونانية الرسمية صرحت بانه سيتم اعادة نحو 750 لاجئا اليوم الاثنين كمرحلة اولى من عمليات الترحيل في حين يتوقع والي ازمير وصول 400 لاجئ فقط كل لاجئ من المهاجرين الذين تمت اعادتهم رافقه ضابط من وكالة فرونتكس لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي في مشهد وصفه مراقبون بالمبالغة في التشديدات الامنية اذا ها هو الاتفاق التركي الاوروبي يدخل حيز التنفيذ رغم كل التنديد والانتقاد الموجه له من قبل منظمات حقوقية ولكي تكتمل اركان الاتفاق وعلى الجهة الاخرى وصلت اول مجموعة مكونة من 16 سوري اقلعوا من اسطنبول الى هانوفر شمال المانيا هؤلاء اصحاب الحظ الوافر والرابحون الوحيدون من صفقة اللاجئين سيتبعهم مجموعة ثانية تساويهم في العدد مساء اليوم بعد وصول الدفعة الاولى من المهاجرين الى نقطة الصفر التي انطلقوا منها ستتوالى دفعات اخرى من اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم خلال الايام القليلة المقبلة لكن هل ستصمد سفنهم امام انتقادات وشجب الحقوقيين لهذا الاتفاق؟ لأورينت نيوز نور حداد اسطنبول